موسيقى جواناات الفرزِي نتقال في الحلقة لقيتها مثل تقية لقتك تقية حليقة حلقة أصدادي أن أخضر منه صاحب يا بتعاونه، عاونتو قامت لي بحلقاته صاحب يا ترى فتو واعد شو بقيت ما في طرش تسترح و بعد شوه هو فتو طلع ابقى مريح تترى بحلقاته صاحب يا انا نسيت و انا ايا صاحب يا نسيت و انشاء وضاره موسيت صاحب يا رزينا ندوز ندك لو فرد مشينا في حالتنا و هاد حدو وصل هو لكنه منطلاته و الفرد عادتاني اخر عندما يجي لنا ويدشلنا للو السادة دقاتنا لعت له الفرد اللي رحمه مسيك هو مريض أصلاً هو منينته هو مريض مع قرأ معينا في الإيب شدائي عارفتوا أنا مريض أنا هو منينته منينته هو مريض في الأقل مشاهم دووز عملية في سويسرا على الأقل بجياله قال لي يا الله فاشتنو خصلنا أنا فاشت معاك وخصلت طرف طويقوا يقول يا الله يرحمل أولي جنة أخويا بعض رقاليا وسمح لي أعلاج شهادة لقد قلت لي أنا ما كان مشكلة أخويا صعف يا تشلي ترى تشلي كي الأشياء سمعنا تم الأمن أمن أنا مع خرجتانا كي دووز تخرجتانا ينسي دووز تخرجتانا أرحمل أخ مبارك كان نشجر دي لنا واحد تريد رويش اللي عمرها دار ما فيه لا أدا لا أولو كانوا تير رياحي قد طم تطار من تطرتي طلع عند الحمام دياله قد طم الفوق عنده في السطح ما تيرضر معاحد ما تيرتخاسم معاحد السيد في شكل داخل سقراسو مشى اللي مدراسة صحة اسلام ندخل القسم أرد في القسم نضوشي أصدقاء ديالو نزلول تحت غسلولي طلع بدأت عاونو معاو تا ولا باخر شوية نزلوا تصفتوا للإدارة اللي تحت حريس العام المدير عايت على حريس العام صفتوا للتطار فين صفتوا للتطار السيد هذا الزوالي ديالو دار فوق تريب بورته غادي بيه للمستشفى السيد بدأت تتقطر من حتو غاديوتي تتقطر من حالة ديالتو إما في مدراسة كان عليهم يتصلوا بالاوبيلانس وتجي يتنقل على الأقل يتنقل وورا مكتب ليه لموت لا لا مكتب ليه لموت غادي يمشي إن شاء الله ولكن من الأحسن كان أسباب تتقطر من حالة ديالتو لأنه كان أول سويسرا ومدرش العمالية في سويسرا لأن الناس تمك في سويسرا شافوا جاتوا على الجميع ودعتوا لسويسرا فين كاعدة العمالية مدى العمالية الأول ومشاي دووز وورجع لأنه عنده وعد في القلب ديالو عنده وعد كما قلت تلك الشارين عندهم الخيوطة مبوشين عنده فهمتي مشاق على سويسرا مدرش العمالية قبل قام يمشي لسويسرا بعدها دا العمالية الأولى في الرباط فهمتي ومشا لسويسرا في القوى عندهم ما عندهوش الماناعة وخوي ودكش العمالية غاديدروا ليه صعيبة وموقع شدرت العمالية أقول الله رجع للمغرب